السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابطال الصف الثالث الابتدائي يلا نستكمل مع بعض المراجعة النهائية الخاصة بامتحان نصف العام وهنستكمل معكم حل نماذج كتاب المعاصر والنهاردة ان شاء الله معدنا مع النموذج الثالث السؤال الاول بيقولي واتفقنا يا ولادي ان السؤال الاول ده بيكون او استماع مش هحلو الواحدة هيدخل المستر حيقولي هو هيقولي كده يبقى نحط دائرة مباشرة على الايجابة الصحيحة اللي هي كلمة فاميلي بعد كده بيقولي هي دلوقتي بتعيش في منزل كبير طبعا هيقولي يعني تفتقد الطعام المصري بعد كده بيقولي ده السؤال الاول يا ولاد سؤال الاستماع ولا انا مش هحلو الواحدة غير بمساعدة المدرس بتاعي تعالوا ننتقل لك السؤال الثاني سؤال الاختياري بيقولي نوعات 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 fully grown people not children يترى مين هم الناس الكبيرة ليس الاطفال يترى أدلت كيد بيبيز ولا كاندلز طبعا أكيد عرفتوا الايجابة الصحيحة يا ولاد اللي هي أدلت أدلت اللي هم الكبار البالغون يعني أكيد طبعا مش كيدز مش الاطفال ولا بيبيز ولا كاندلز نوعات بيقولي في فريق من إيباءة رح يستكشف المنطقة اللي حوالين معبد الكارنك يترى طبعا أكيد يعني فريق من علماء الأثار هم اللي راحوا يدرسوا المنطقة حوالين معبد الكارنك نوع 3 بيقولي عشان يكون عندك طعام طبيعي يعني بدون مواد كميائية ويوز ناترال نقطة هنستخدم ناترال تولز جاردان فرتيلايزر ولا فولونتيرز هنستخدم طبعا ناترال فرتيلايزر اللي هو السماد الطبيعي اللي بيعملوا الفلاح نمبر فور بيقولي يترى يعني عقلك طبعا أكيد اللي جابة الصحيحة يا ولاد عقلك يعني هيشتغل بشكل أفضل لو أنت بتعمل روتين متكرر يعني بصفة منتظمة أو بصورة منتظمة تعالوا بقى ننتقل ل السؤال الثالث عايزين ننزل كل كلمة في النقطة المناسبة لها يا ولاد وخلي بلاك بيبقى عندي كلمة زيادة بيقولي من أول السطر هنا بيقولي خدنا درس يا ولاد كده بنفس النص ده بيقولي الوطط لديها صفت يبقى طبعا زي ما خدنا في الدرس يا ولاد ان الوطط عندهم صفت فر يعني فر و ناعم أو طري يبقى نيجي هنا في نمبر وان وحن نكتب اللي كباب بتاعتها اللي هي فر اللي هو الفر بعد كده which is nice to touch they are beautiful and calm animals they are usually friendly cats like people but they are not هم بيحبوا الباشر طبعا ولكن هم كائنات يبقى ايه الكلمة اللي هتنفعوا ولاد هم كائنات independent يعني مستقلة يبقى نيجي هنا في نمبر وانكتب independent بعد كده نمبر سري بيقول لي cats have sharp not القطط لديها شارب ايه بقى يا ولاد من الكلمات اللي فوق دي اكيد طبعا لديها شارب close sharp يعني had close اللي هي المخالب بتاعت القط يا ولاد يبقى نيجي في نمبر سري هنا ونكتب close and teeth but they only use them بس هم بيستخدموهم فقط when they are not لما القطط تكون ايه بقى اكيد طبعا لما القطط تكون scared يعني خائفة او مرعوبة لما تخاف منك هتستخدم بقى المخالب cats are good for your well being تعالوا دلوقتي ننتقل ل question 4 السؤال الرابع السؤال الباسج يا ولاد او سؤال القطعة اللي عليها اربع سري هم بقوا خمس اسئلة ثلاثة اختياري واثنين اللي هو الopen ended يعني النهاية المفتوحة اللي هو السؤال المقال يا ولاد بيقول لي ايجبت is a hot country in july there are almost 400 hours of sunshine يعني في حوالي ربعو متساعة من سطوع الشمس انكيروف على القاهرة aswan and the sewa with aswan with sewa that long period that long period ودي فترة طويلة of sunshine can be good or bad ممكن تبقى جيدة وممكن تبقى سيئة it is good because it gives us energy هي جيدة عشان بتوفر لنا بتمدنا بالطاقة it helps children to strong and healthy to be strong and healthy but it can burn people's skin بس ممكن برضو تحرق البشرة بتاعت الناس if they stay out between noon and 3 pm يعني لو الناس فضلت بره بقى من الظاهرة حتى الثالثة مساء هيتعرضوا بقى لحروق الشمس بعد كده بيقول لي في مصر we are luckily to have a long period of sunshine all the year so millions of tourists like to visit Egypt especially in winter moreover sunshine is good for many crops and the fruit to grow but they can't grow if there isn't enough water دي الباس الجيلة أو القطعة اللي عندنا تعالونا ننتقل الاسئلة number one بيقول لي the underline word the brunaun أو the underline brunaun زي الضمير اللي تحته خط ده يا ولاد اللي هو زي هو هنا بيعود على إيه السؤال ده ممكن يتكرر بقى في الامتحانات كتير يا ولاد refers to لازم بحفز الكلمة دي وعارف معناها refers to يعني يعود على إيه دايما يا ولاد الضمير اللي هنا ده بيعود على كلمة قبل منه هنا بص بيقول لي إيه بقى sunshine is good for many crops and the fruit to grow but they can't grow if there isn't enough water زي بقى بتعود على إيه يا ولاد tourists crops and the fruit people children ما تحيرش نفسك ولا تبص جملة بص أهو crops and the fruit في السطر اللي قبل منها يبقى الإجابة الصحيحة crops and the fruits طيب لو أنا بقى عايز أفكر أحل السؤال بتفكير وأبقى متأكد من إيجابتي هو هنا بيقول لي سطوع الشمس ده جيد للمحاصيل والفواكه والفواكه ولكن لا يستطيعون أن ينمون بدون المياه إيه هم بقى زي دي اللي هم لا يستطيعون أن ينمون بدون المياه زي دي بتعود على إيه هي الحاجات التي لا تنموا أيضا بدون المياه اللي هي طبعا crops and the fruits يبقى دلو أنا أفكر بقى أشغل دماغي وأحاول أوصل الإجابة الصحية number two بيقولوا people should stay at home between not and three الناس هتوعد في البيت الفترة دي اللي هي من الساعة كاملة حتى الساعة ثلاثة ten a.m four a.m one a.m twelve b.m طبعا الإجابة الصحيحة ولا دي اللي هو من one a.m يعني من الواحدة زهرا حتى السلسة عصرا اللي هو الفترة بتاعت الظهيرة هو هنا فوق بيقول لي at noon يعني الظهيرة الفترة دي يا أولاد the meaning of the underline word healthy معنى كلمة healthy اللي تحتها خاطة دي يا أولاد يترى weak sick ill will طبعا يجيب لكلمة ويطلب مني معناها طبعا healthy يعني بصحة جيدة أو جيد هي هي will يعني بصحة جيدة تعالوا بقى منتقل number four how many hours of sunshine are there in Cairo يا ترى عدد الساعات اللي فيها سطوع اللي الشمس في القاهرة وبعد المدن المصرية طبعا قلنا قلنا في الباسج فوق four hundred hours يعني ربعمائة ساعة دي الإجابة الصحيح number two what is the main idea of the budget فكرة النص دا والنص دا بيتكلم عن ايه بقى يا أولاد ممكن اجيب عنوان من عندي كده اقوله دا weather in Egypt الطقص في مصر دا كان السؤال الخامس والأخير دا كان السؤال الخامس والأخير تعالوا بقى ننتقل ل question five السؤال الخامس اللي هو put the boards in the correct order عايزين نرتب القمل ديه وليد سؤال الترتيب حيجب لي ثلاثة قمل number one بيقولي that was what whether like there قملة بسطة جدا دا عنوان unit عندنا وعنوان درس عندنا اللي هو what what the weather like بيقوليه هنا what the what was sorry what was what was ناس هنا was what was the weather what was the weather like there يعني ترى ايه حالة الطقص وهناك دي الاجابة الصحيحة what was the weather like there تعالوا number two بيقولي didn't ship the leave board with the هنبدأ اه طبعا ب the طبعا the ship يعني السفينة didn't عشان زمن الجملة ماضي didn't leave the board اللي هو الميناء يعني يبقى يبقى ship didn't leave the board هدي قملة number two number three بيقولي than i'll on fluka i went on a طبعا 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 on 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 the river i i went اه عادي من صحح الكلمة اللي بنقصين هنا وغالبا هيكون على grammar او على القواعد هنا بيقولي save usually is late for school طبعا اللي بنقصين دي usual is اجابة خاطئة الاجابة الصحيحة لها هتبقى as usual يا ولاد احنا قلنا بالنسبة لظروف التكرار تأتي قبل يجي الفعل ما عدا verb to be معدى verb to be ده هيجي قبل ظروف التكرار يبقى ظروف التكرار تأتي قبل الفعل ما عدا verb to be هتجي بعد safe as usual late for school number two بيقولي we don't visit aswan last summer طبعا last summer زمن القملة ماضي يا ولاد مش هتفقدونت الاجابة الصحيحة اللي هي didn't يبقى we didn't visit aswan last year question seven السؤال السابع سؤال بسيط جدا له سؤال البنكة تويشان يا ولاد هنعمل اول حرف قملة capital وفي نهاية القملة question mark او العلامة اللي استفهم معكدا بيقولي write paragraph about your holiday and sharm الشيخ طبعا براجراف بسيط وسهل مش هنحفظ براجرافات يا ولاد مطلوب نبدأ نتعلم نكتب جملة صحيحة مثلا i went to sharm الشيخ with my family we stayed in a hotel يعني نكتب جملة تكون بسيطة وسهلة دي كانت نهاية النموذج التالت تعالوا بقى ننتقل لنموذج الرابع sample test four question one السؤال الاول السؤال الاستماعي يا ولاد believe the weather is sunny التقس كان مشمث the hair lies in the grass الارنب كان كدا متكئ على العشب the hair feels hungry ثم شعر بقوع the hair likes to eat وكان هو عايز يأكل طبعا اي بقى carrots اللي هو اجازر question two السؤال التاني choose the correct answer number one بيقولي the road for trains is called the street stop station railway line طبعا طريق بتاع القطري او الذي احنا بنقول عليه railway line اللي هو خط السكة الحديد number two we are not of our school we are proud interested nervous kind we are proud يعني احنا فخورين بمدرستنا number three king and queens always wear royal not on their head baskets scare clowns ولا ولا crone طبعا اكيد عرفتوا اللي جابة صحيحة هي ارتدوا لكراونز على رأسهم يعني لهو التاج four we play basketball pool in the laboratory fountain pool gymnasium طبعا بنلعب في gymnasium اللي هي صالة الالعاب الرياضي question three سؤال الثالث بيقول لي الكلمات اللي عندنا tray temperature stir flat ingredient بيقول لي this is salt do recipe وصفة عقينة الملح اولاد اخر unit heat the oven ونقلو نقطة تتسخن الفرن ونقلو نقطة يبقلو اي بقى اولاد low temperature يعني درجة حرارة منخفضة يبقى number one mix the flower and salt in a large bowl add a little water then a little more and a nقط the mixture هتعمليه بقى للخريط طبعا and stir stir يعني تقلب the mixture الخليط until it stirs to form a bowl لحد ما تكون منه كرة put the bowl of dough on an odd surface هتحط الكرة on a flat surface يعني على سطح مستوي عشان منت تشتغل عليها and work it into the shape you want you can roll it flat and cut out into numbers or letters هتتشكل ها زي ما انت عايز بعد كده بيقول لي put your finish دي اتيم امزقنا بيكينج نوع طيبة بيكينج tray اللي هو توسط الطه او صنية الخبيز يعني دي هتبقى number four وعندنا كلمة زيادة خلاص بقى تمام كده question four السؤال الرابع read the text and answer the question بيقول لي ماركو بولو was 21 طبعا ده نص عندنا خدنا في المنهى 1275 he went into Gobi desert for the first time he was fascinated by the sand dunes which moved with each step the dromedaries made some of the dunes were 60 meters tall and 20 meters long and their shapes were always changing the wind made them move and roll like huge yellow waves in fact the local people called the gobi desert the dry sea in their language number a only choose the correct answer number one the text is about that الناس دا بيكلم عن ايه طبعا دا بيتكلم عن جوبي ديذرت اللي هي صحراء جوبي اللي رحها ماركوبولو وعبرها ماركوبولو نمبر 2 كلمة فاصنايتد دي عندنا في المنهج طبعا دي معناها ايه طبعا دي معناها اكسايتد هو كان منبهر باق الكسبان الرملية يعني هو كان متحمس قوي لما شاف الكسبان الرملية نمبر 3 ماركوبولو ووز نقط وينتو جوبي ديذرت كان عنده كم سنة بقى لما روح طبعا 21 واحد وعشرين 4 هاو ورزا سند يونس ممكن توصف لنا بقى السند يونس اهي ورزا 16 متر طول و 20 متر طول ونكمل كمان شاب سوار ورزا في الاخير هنا what do the local people call زا جوبي ديذرت كانوا بيطلقوا عليها كانوا بيسموها ذا درويسي ادل إجابة هيا ولد الكلمة ديذرت زا جرويسي اللي هو البحر الجاف تعالوا بقى ننتقل لك question 5 السؤال الخامس بيقول لي ترتيب يا ولد number one in our cousin we visit aswan طبعا حنبدأ ب we we ده الفاعل بتاع الجملة we طبعا معا كده الفاعل اللي هو visit we visit our cousin in aswan we visit our cousins in aswan cousin مفرد اللي غام مفرد شاتف ربا مش مش كلا يبقى نشيل اللي سي number two make going to dahlia is play list a يبقى dahlia نبدأ dahlia is going to make a play list يبقى نبدأ dahlia هنا اهي الفاعل بتاع الجملة dahlia is going to make a play list number two number three and was marco bolu italian طبعا هنبدأ ب marco bolu مرد الرقم بها number one marco bolu number two woes woes and and يهتوب number three and italian italian exeblurer exeblurer تعالوا بقى ننتقل question six three then write the correct form of the words number one are there some lemons in the kitchen طبعا صام غلط يولا دس سؤالي بح نستخدم any are there any lemons number two this is mister wail بنقص where teaches us science طبعا وير غلط يا ولاد mister wail بقى اسم عاقلي بقى هنستخدم هو سأعروا بقى question seven banquation طبعا اول حرف الجملة w capital وفي نهاية الجملة هنا question mark او علامة استفهام ال paragraph vacation plans اللي خطط الاجازة بكده نكون وصلنا معاكم لنهاية النموذج الرابع ونهاية الجزء الثاني من حل نماذج اختبارات كتاب المعاصر الخاصة بامتحان نصف العام انتظرونا معي الجزء الثالث goodbye